مبادرة جديدة قادها الحزب الديمقراطي الكردساني لرأب الصدع بين الكتل والأحزاب بشأن تشكيل الحكومة المقبلة التي قد يشكلها الصدر مع القوى السنية والكردية. هذه المبادرة حاولت رفع الفيتو الصدري عن بعض الشخصيات داخل ما يعرب الإطار التنسيقي في إشارة إلى المالك ومناقشة الإسعدادات لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية من دون أي أزمة سياسية تمهيدا لتكليف شخصيات مناسبة لتشكيل الحكومة المقبلة خلال المدة التي حددها الدصر الحالي. حيث لم يتبق على الموعد سوى سبعة أيام فقط إذ من المقرر أن يعقد البرلمان الحالي جلسته الثانية يوم الاثنين المقبل يختار فيها رئيس الجمهورية الجديد. ليعود بذلك مقتدى الصدر مرة أخرى إلى التلويح بأن باب المفاوضات معه ما زال مفتوحا لبعض الجهات بحسب وصف سابق له. عشية مناقشة القضاء الطعون المقدمة من برلمانيين بشان الكتلة الأكبر ضاربا بشعاراته التي نادت بحكومة الأغلبية عرض الحائط. الصدر اشترط إيقاف العنف الذي يجري منذ أسابيع في البلاد في إشارة إلى الميليشيات لعادة التفاوض مع نطار التنسيق الذي طالبه بالتخلي عن السلاح وإعادة هيكلة ميليشيا الحجد مقامل التحالف معه. مبادرة حاولت التأكيد على أن القرار لا يزال داخليا وسيظل كذلك وبأن صفحة التدخلات الخارجية قد طويت لكنها تناست الأنباء المسربة ليلة الأحد الماضية عن وصول قآن إلى أربيل في محاولة أخيرة منه لإنقاذ الإطار التنسيقي بعد الخسارة في الانتخابات البرلمانية.